أصوات داخل الكونغرس الأمريكي بدأت بالضغط من أجل توجيه ضربة مباشرة على إيران وهذه الأصوات الأمريكية هي قادمة بشكل خاص من قبل الحزب الجمهوري الأمريكي وبشكل محدد أكثر من لينزي جرهام السناتور الجمهورية الأمريكية المعروف وهذا الرجل هو يعتبر واحدا من أقوى الأصوات داخل الحزب الجمهوري بالإضافة إلى أنه عضو بارز في لجنة القوات المسلحة ذات النفوذ المهم والكبير في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الرجل كان في لقاء على فوكس نيوز الأمريكية يوم أمس ووضع هذا التصريح المثير للغاية بأنه يجب أن تكون هناك ضربات مباشرة على إيران وفوكس نيوز كانت قد نشرت التصريحات وتفاصيل تصريحاته بهذه الطريقة وبهذا الإسلوب ووكالات أنباء عالمية مثل إيران انترناشنال كانت أيضا قد اهتمت بالتفاصيل الصادرة من لينزي جراهام التصريحات القادمة من جراهام هي تأتي في توقيت خطير وخطير للغاية في التوقيت الذي تقوم فيه جماعة الحوثي في اليمن بتصعيد كبير ليس فقط تجاه خطوط الشحن في البحر الأحمر أو في خليج عدن لا أبدا بل أن جماعة الحوثي أيضا بدأت باستهداف المدمرات الأمريكية الموجودة في المنطقة بطائرات مسيرة أو حتى بالصواريخ وبشكل مباشر وجماعة الحوثي سابق وأن وضعت تصريحات واضحة بأنها مستعدة للدخول بحرب بشكل مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع الحلف ألا وهو حلف حارس الازدهار من دون أي مشاكل كذلك أن هناك تصعيدا مستمرا تجاه مستشارية تحالف الدولي في العراق كذلك وفي سوريا وبشكل مستمر من الفصائل المسلحة المقربة من إيران أكثر من مئة هجوم في هذه المنطقة تتصاعد يوما بعد يوم وشيئا طبعا وتتصاعد بشكل كبير في هذه المنطقة وبالتالي ما يقوله لينزي جراهام هنا بأننا يجب أن لا نخوض بهذه المعارك الجانبية ومع هذه الفصائل المسلحة وبشكل خاص وأن نفصل كل قضية عن قضية وبالتالي نواجه شيئا في اليمن نواجه شيئا في العراق ونواجه شيئا في سوريا لا أبدا لنذهب إلى الطرف الراعي لهذه الأطراف إلى الطرف المتبني لجميع هذه الفصائل الموجودة في المنطقة ولنحاسب إيران بشكل مباشر وبالتالي نستطيع القيام بخلال الأقمار الصناعية وما نراه من المنشآت النفطية الإيرانية الموجودة في الداخل الإيراني ومقرات الحرص الثوري الإيراني نذهب مباشرة ونستهدفها بشكل مباشر وندمرها وبالتالي هذا سيعطي رسالة واضحة للجانب الإيراني أن أي استهداف انتجاه أي جندي أمريكي في المنطقة بشكل عام ستدفعين الثمن وبشكل مباشر وهذا هو الذي سيدفع من وجهة نظر لينزي جراهام سيسهل الأمور وسيجعل على الولايات المتحدة الأمريكية وحتى إسرائيل وسيجعل إيران تعرف تماما بأنها ستدفع الثمن غاليا وبالتالي ستطلب من الفصائل الموجودة في المنطقة بما فيهم جماعة الحوثي في اليمن تطلب منهم بشكل مباشر تخفيض التصعيد لأن الوضع أصبح مكلفا عليها وبالتالي ستستفيد كثيرا كما نتحدث الآن من هذه المسألة والولايات المتحدة الأمريكية أكثر من قادرة الآن تحديدا في هذا التوقيت على القيام بمثله هذه الضربات إن اتخذت مثل هذا القرار وخاصة أن حاملة الطائرات العملاقة يو اس اس جيرالد فورد لا زالت متواجدة طبعا في البحر المتوسط وحاملة الطائرات أيضا الأمريكية يو اس اس دوايت آيزنهاور منتشرة أيضا وموجودة في خليج عدن ويجب أن لا ننسى أبدا الغواصة يو اس اس فلوريدا الغواصة النووية السرية الأمريكية آخر معلومة عن هذه الغواصة كانت صادرة من بلومبرغ وتم تأكيد بأنها متواجدة في الخليج العربي وهذا عندما كانت يو اس اس دوايت آيزنهاور متواجدة في الخليج العربي لكن حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور تركت هذه المنطقة وأصبحت في خليج عدن كما تحدثنا وبالتالي هذه الغواصة النووية الخطيرة للغاية هي موجودة في المنطقة ولكن ليس مؤكدا إذا ما كانت مع حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور أو من الممكن أن تكون متواجدة حتى هنا في بحر العرب في نقطة استراتيجية للغاية لتراقب أيضا الجانب الإيراني مع ابتعاد يو اس اس دوايت آيزنهاور وتركيزها الآن على جماعة الحوثي بالتالي انتشار كبير ممكن من خلاله تنفيذ مثل هذه الضربات وبشكل مباشر على الجانب الإيراني لكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تتعاطى كثيرا مع التصريحات الجمهورية حول هذه المسألة لأن إدارة بايدن ترى مثل هذه التصرفات ممكن أن تؤدي إلى حرب كبيرة ومباشرة مع الجانب الإيراني وبالتالي تشعل المنطقة بأكملها وهذا هو الذي يبقي الأمور متوترة للغاية في المنطقة وذلك لأننا نقترب من الذكرى السنوية الرابعة من اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق ويجب أن لا ننسى قبل أيام قليلة كنا أمام عملية اغتيال للعميد في فيلق القدس تابع للحرس الثوري الإيراني ألا وهو رضا موسوي الذي قتل بضربة إسرائيلية مباشرة في العاصمة السورية دمشق تحديدا في منطقة السيدة زينب وكذلك جماعة الحوثي تصعد أيضا والفصائل الفلسطينية تقاتل بشكل كبير طبعا في قطاع غزة ولكن إسرائيل تحقق تقدما وبالتالي التصعيد واضح وقادم من كل هذه المناطق مع كل المؤشرات التي ذكرناها وأكبر الأطراف وأخطر الأطراف الآن في هذه المنطقة هو حزب الله اللبناني الذي يصعد بشكل مستمر على العمق الإسرائيلي وحزب الله اللبناني الآن بدأ يزيد من استهدافاته بل تأثير الاستهدافات التي يقوم بها على الجانب الإسرائيلي فعلى سبيل المثال واحدة من المقاطع التي نشرت من قبل حزب الله اللبناني توضح لك هذا جندي إسرائيلي كما ترون في إحدى النقاط متواجد بهذا الاتجاه طبعا التصوير قادم من حزب الله على العمق الإسرائيلي ضرب مباشرة هذا الجندية الإسرائيلي بهذا الشكل وبعد ذلك جاءت فرق من أجل إخلاء الإصابات وإخلاء هذا المصاب الذي ضرب وبعدها قاموا بضرب كل هؤلاء الجنود الإسرائيليين ضربة واحدة بهذه الطريقة تصعيد مستمر طائرات مسيرة تخترق الأجواء الإسرائيلية بشكل مستمر وجانب الإسرائيلي طبعا مستمر أيضا بنشر الصور واللقطات للضربات التي يقومون بها على الجنوب على الجنوب اللبناني على حزب الله اللبناني وكذلك منطقة بنت جبيل أيضا تعرضت إلى ضربة كبيرة يوم أمس بهذا الشكل وقتل وعددا أيضا من عناصر حزب الله اللبناني تصعيدها الموجود في هذه المنطقة لا يعرف طريقا للتوقف وإلى درجة إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي صباحا هذا اليوم التقى بهذا الشكل قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية وجلس معه وحققوا وحقيقة حققوا اجتماعا مهما للغاية اتفقوا من خلاله ووافق من خلاله رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على الخطط الموضوع للهجوم بشكل مباشر على حزب الله اللبناني وافق على هذه المسألة وأكد بأن الجيش الإسرائيلي الآن في حالة استعداد عالية لهذه الحرب ضد حزب الله اللبناني وطبعا هناك أسباب بالنسبة للجيش الإسرائيلي المنتشر بشكل مكثف هنا في الشمال الإسرائيلي هم يريدون وهدفهم الأساسي هو إعادة المدنيين إلى مناطقهم في شمال إسرائيل في كل هذه البلدات فمئة وخمسين ألفا من المدنيين الإسرائيلي المتواجدين في هذه المنطقة قد تركوا بلداتهم وبسبب طبعا التصعيد الكبير الذي يأتي من حزب الله اللبناني وهو أمر بدأ يؤرق طبعا جانب الإسرائيلي ستون ألفا من هؤلاء المدنيين كتبوا رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن كما نشرت طبعا الأوساط الإسرائيلية وطلبوا من الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يقف مع إسرائيل ضد حزب الله اللبناني إن كان على مستوى الحلول الدبلوماسية المطلوبة من أجل تخفيض التصعيد في هذه المنطقة من أجل عودتهم إلى بلداتهم أو ببساطة أن يساند الإسرائيل في هذه الخرب القادمة بالنسبة لهم والمشكلة أن أمي خايشتاين وهو أحد المراسلين الإسرائيليين في قناة كان العبرية قال بأن الظروف وبحسب مسؤول الإسرائيليين أبلغوا على هذه المعلومة ونشرها اليوم قال أن الظروف الدبلوماسية وفرص الدبلوماسية بدأت تتقلص بشكل كبير مع حزب الله وتبدو الخيارات الآن صعبة للغاية ويبدو بأن خيار الحرب هو الخيار الوحيد بالنسبة لجانب الإسرائيلي وإسرائيل منتبهة بأن هناك 75% من المواطنين اللبنانيين الذين يسكنون في المناطق الجنوبية من جنوب لبنان قد خرجوا من مناطقهم ومن بلداتهم وهم مستمرين بالخروج بالتالي المنطقة منطقة حرب وحزب الله هو الوحيد المتواجد في هذه المنطقة وبالتالي سيبحثون عن القيام بعملية من خلالها يقومون بإبعاد عناصر حزب الله اللبناني على مسافة 10 كيلومترات ويتقدمون إلى هذه المنطقة إلى جنوب لبنان من أجل طبعا خلق منطقة عازلة أو منطقة آمنة من أجل أن تكون هناك عودة سهلة وسريعة بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين وهم مضطرون على هذه العملية بالنسبة للجانب الإسرائيلي لأن الحرب في قطاع غزة حرب ستطول وستطول بشكل كبير على الرغم أن إسرائيل بحسب آخر تحديث قادم من قبل موقع وور مابر الذي أوضح أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على نسبة لا بأس بها الآن من شمال قطاع غزة وجنوب قطاع غزة والتقدم مستمر إسرائيل حتى قالت بأنها اليوم تسيطر على نسبة 60% من قطاع غزة وبأنها تحاصر قادة حماس أيضا في خانيون استحديدا وبأنها ستقوم بعملية القضايا عليهم وغيرها ونشر صورة حتى إضافية وجديدة لمحمد الضيف وهو القائد العام لكتائب عز الدين القسام قالوا بأن هذه آخر صورة له وهذا هو شكله الحالي وبالتالي هم يبحثون عنه شيئا فشيئا ويحاولون من عملية اغتياله إذا كان هو أو يحيى السنوار أو عدد من القادة الآخرين الجانب طبعا الإسرائيلي رغم كل هذا التقدم وغيرها لأن الأمور صعبة هذه المعركة ليست سهلة أبدا لماذا؟ لأن الجيش الإسرائيلي في حقيقة الأمر بمواجهاته مع الفصائل الفلسطينية هو يواجه الفصائل الفلسطينية بشكلين أو بنوعين بالنسبة للجيش الإسرائيلي يواجه أولا الفصائل الفلسطينية على الأرض بداية بمعالك شرسة للغاية بحرب عصابات وحرب شوارع فيها استنزاف كبير للجيش الإسرائيلي وبالإضافة إلى ذلك بأن الإسرائيليون أيضا لديهم حرب أخرى ألا وهي حرب الأنفاق ونالك الأنفاق تأتي كدرجة ثانية في تحدي القوات الإسرائيلية أي أن إسرائيل عندما تقوم بالسيطرة على الأرض تأتي مباشرة لتقوم بعمليات هندسية وتكتيكية وغيرها من أجل محاولة السيطرة على الأنفاق وهذه الأنفاق تشكل خطرا طبعا كبيرا على جانب الإسرائيلي وذلك لأن هذه الأنفاق فاقت توقعات وتقديرات الجيش الإسرائيلي بنسبة ما يقارب الأربعمائة إلى ستمائة بالمئة كما نشرت يدعوت أحرانوت وبالتالي وجدوا بأن هذه المسألة خطيرة وخطيرة للغاية بالنسبة لهم وطبعا هم الجيش الوحيدة الجيش الإسرائيلي الذي يواجه حربا من هذا النوع حرب على الأرض وحرب تحت الأرض ولهذه الأسباب التي ذكرتها الآن ستطول هذه الحرب ولن تكون حربا سهلة على الجانب الإسرائيلي وهذه الأنفاق لا زالت تظهر حتى في عمق المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في داخل قطاع غزة على سبيل المثال كانت هناك لقطات قد نشرت مؤخرا من قبل الفصائل الفلسطينية بهذا الشكل لرتل من سيارات الجيب الخاصة بالجيش الإسرائيلي في منطقة أبراج الندى بالقرب طبعا من بيت حانون وهي تتحرك قاموا باستهدافها بهذا الشكل وإذا ما أخذنا الموقع بسرعة شجرة كبيرة ومجموعة من الأشجار وعامود كما نلاحظ مساحة مفتوحة وهذا هو الشارع والطريق الترابي الذي طبعا تسير عليه العربات الإسرائيلية وهنا شجرة من الممكن ومرشحة تكون مجموعة من الأشجار أيضا في ظل أن هنا مجموعة من الأشجار الأخرى أيضا وستلاحظ بأن هناك عدد من المباني ومبنى واحد بهذا الاتجاه دعونا نقترب من هذه الصورة لكي تعطينا التأكيد عن أننا أمام نفس الموقع مبنى أول مبنى ثاني ومبنى ثالث وهذا هو المبنى الذي يبدو أقرب من هذه المباني الثلاثة وبهذا الاتجاه تقريبا دعونا نتج بالقمر الصناعي إلى هذه المنطقة التي تحدثنا عنها مباشرة بالقرب من بيت حانون إلى غربها وهذه هي النقطة بالضبط التي رأيناها من خلال هذه الصورة ودعونا نتوقف هنا قليلا وسنجد أن هذه الشجرة الكبيرة مجموعة الأشجار مساحة هنا طريق الترابي وهذه الشجرة فعلا نحن أمام مجموعة من الأشجار وتراحض مبنى أول ثاني ثالث وهذا هو المبنى الذي كان قريبا بالنسبة لنا وبالتالي الجيش الإسرائيلي كان يتحرك في هذه المنطقة والعبوة الخاصة بالفصائل الفلسطينية كانت حاضرة لتدمر هذه العربة الإسرائيلية وواضح بأننا أمام كاميرا كانت تصور كل هذا الشيء طبعا هذه الكاميرا هي خاصة بالفصائل الفلسطينية وهي صادرة فقط من الفصائل الفلسطينية بشكل واضح والمشكلة هنا في هذه المسألة وما الغريب بهذه المسألة هي أن هذه المنطقة تحت السيطرة الإسرائيلية وبالقرب من الحدود الإسرائيلية يعني دعونا هنا نتوقف في هذه النقطة وسنلاحظ بأن هذا هو الطريق العام وهذا طريق فرعي وهذا طريق آخر وهذه مجموعة من المباني والاستهداف كان هنا في المساحة المفتوحة التي ترونها وهذا هو العمق الإسرائيلي كما ترون وبالتالي مثل هذه الصورة بحسب إذا معتمدنا على الورمابر ستجد بأننا أمام نفس هذا الطريق وهذه هي المباني الفرعية ومجموعة المباني وهذا يعني أن الاستهداف جاء هنا لا زالت هناك كاميرا ولا زالت هناك إصابة للجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة مع العلم باللون الأزرق من المفترض أن يكون الجيش الإسرائيلي موجودا وبقوة في هذه النقطة وبالتالي لاحظ التصعيد في كل مكان وفي كل نقطة والحزبين الجمهوري والديمقراطي لديهم دعوات مختلفة ولكن الجمهوريون الآن بدأوا بالضغط بشكل عال من أجل جعل إيران تدفع الثمن غاليا فهل يا ترى ستستمع إدارة بايدن لهذا الطريق؟ اشتركوا في القناة